بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام بن مالك رحمه الله العدد سلاسة بالتائق للعشرة في عد ما أحده مذكرة في الضد جرد والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر ومئة والألف للفرض أضف ومئة بالجمع نزرا قد ردف وأحد ذكر وسلاه بعشر مركبا قاسد معدود ذكر وقل لدى التأنس إحدى عشرة والشين فيها عن تميم كسرة ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت ففعل قسدى ولثلاسة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما وأول عشرة تسنتي وعشرا إثني إذا أنسة شاء أو ذكرا وليأ لغير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزء سواهما ألف وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حينا وميز مركبا بمثل ما ميز عشرون فسويا هما وإن أضيفا عدد مركبا يبقى البناء وعجز قد يعربا وسغ من إثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعلا واختمه في التأنيس بالتا ومتا ذكرت فاذكر فاعلا بغيرتا وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوقف حكما جعل له حكما وإن أردت مثل ثانثنيني مركبا فجئ بتركيبيني أو فاعلا بحالتيه أضيفي إلى مركب بما تنوي في وشعل استغنى بحادي عشرا ونحوه وقبل عشرين ذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد